اشتركوا في القناة فقرر انه يعمل تور بأكتر من بلد عربي ومش بس هيك كمان قرر يعيد التجربة مع بلتي ويعملوا ديور جديد بعنوان بدأ مغنى الراب الأرمنى صاحب الأصول اللبنانية أصدار الأغاني بالأغاني بالأغاني بأغنية شام أزوم وأصدار بعضة أغنيات ولكنها منيلت شهرة واسعة ولكن بالأغاني أصدار ميجاناو يلي أفزت فيه لعالم الشهرة العالمية وحصدت ملايين المشاهدات بكل أنحاء العالم مع أنّا كانت بدون أي فيديو كليب رسمي وما كان بتوقع لكل هالنجاح وبعد أصدر سوبر ساكو ألبومين وهن Love Crimes وساساكيس ولكن فضلت ميجانا متربعة على عرش أغني ومش بس طلع منا أكتر من نسخة باللغات مختلفة ولكن طلع منا كوفرز لناس عادية حبت الأغنية وقررت غنية على طريقتها ومن تونس أعلن سوبر ساكو عن آخر مشاريعه اللي بحضر له أما اعتزازه بأصوله اللبنانية فظهر بكلمة لبنان مكتوبة على الكاب يل ارتديه أثناء وجوده بتونس وحتى بالحفل يلي أحيي ببلدة سوسا وحضره كتير من جمهوره التونسي والعرب تسخنك رومان ميجانا